تابع رئيس مجلس الوزراء موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل وموقف أقطاع الصحي في مبادرة حياة كريمة وتم خلال الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم تأكيد على وصول متوسط نسب التنفيذ بالمحافظات لوحدات طب الأسرة في الريف إلى 88% وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي فقد تم استعراض المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية التي تضم كل من ضميات ومطروح وكفر الشيخ وشمال سيناء والمينيا